اجراءات العملية يا دكتور وهل تتم ببينجة مواية ولا ببينجة كلية تمام ده حاجة مهمة جدا اول اجراء للعملية ان احنا لازم نكشف دلوقتي بقى فيه موضة جميلة جدا مع الميديا والناد والحاجات دي كلها ألو ازايكم عاملين ايه عايزين انا عامل العملية العملية بكام بيتعملوا قد ايه طب كذا كذا بياخد كل الحاجة بحيث ان هو يعني ليجي بيكشف في التليفون الكشف في التليفون ده كشفه غلط جدا لان تجميل الانف مجموعات كتيرة جدا من الناس فيه طفل عنده مشاكل خلقية في الانف وكبر بيها فيه واحد تعرض لحادث والانف اتعوجت او حصل انحراف فيها فيه واحد بعد البيوبرتي او بعد البلوغ حصل له مشاكل اللي هو العدمة زيت او او ازاي في التليفون هنعرف الناس دي كلها كل واحد من الحالات دي محتاج تدخل بشكل مختلف فبالتالي اللي بيكشف بالتليفون عمره ما بياخد اي رأي سليم واللي بيرد عليه مش ماقوله الدكتور الجراح اللي بيعمل عماله هيبقى قعد في التليفون قاله ايوا انت تحتاج كذا طبيعي جدا اللي بيرد ده حد بيقول معلومات عادية جدا وعامة جدا ما ننفعش نبني عليها رأي طبي يبقى ده اول حاجة الكشف حاجة تانية خلاص قررنا العملية وبالكشف عرفنا التفاصيل وكل حاجة لازم يبقى فيه فحوصات مهمة جدا عشان العملية الفحوصات دي تتمثل فيه تحليل طبية فيه اشعاعات بتتعمل لو احتاجناها عشان موضوع التنفس واللي بيحدد اذا كان محتاجين دكتور انفو ازن ولا يوم العملية يوم العملية احنا روح هنروح المستشف خلاص مش عياد احنا التفاعلة دي ما بيش عيادات طيب بينجي كلي ولا موضعي برضو سؤال غريب جدا لحد الوقت فيه ناس بتحاول تقسمه كأنه فرقتين احنا الدكتور بتوع الموضعي واحنا الدكتور بتوع الموضعي لا خالص هو الجراح بيتعامل مع جميع انواع الحالات بما يناسبها من البيان حسب العملية طيب هل لو في حالة عندها مشكلة في الانفو من فوق في العظم وفي الغضريف يعني عايزة تجميل كامل للانف وداخليا هتحتاج معنا دكتور انفو ازن وهتحتاج للحجز الانفي ينفع قولها هعمل لك بتخدير الموضعي طيب تعالوا نتخيل مع بعض حد نام على السرير كده وفي دكتور قاعد يبرد ويعمل ويفتح ويساق لا يمكن حد يستحمل حاجة ذات ولا يشوف لكن هل معنى الكلامي اللي ما حدشين في عاملها بتخدير الموضعي لا في بعض الحالات البسيطة اللي هي ممكن فتحة الانف محتاجة تثبيطها شوية هنا محتاجة ضمها شوية آه ممكن نعمل بتخدير موضعي فبصح يا دكتور بالنسبة لفتحة الانف العملية دي يعني بتبقى مثلا الفتحة بتبقى من جوه الانف من برا ولحسب العملية وحسب سن مثلا المريض او لو بيعاني من امراض تانية مثلا هو في الغالب العملية كلها بتتم من داخل الانف ساعات بنلجأ ان احنا نعمل فتحة بسيطة في الجلدة اللي هي ما بين الفتحتين الفتحة دي بنعملها في الاسفل خالص بحيس انها ما تبنش خالص ويقامت درية ويبقاش لها اي اثر لكن خارجيا ما فيش اي اثار للعملية ولا علامات ولا مثلا ولا اي حاجة انت فخيات يا دكتور ما سمى بعد العملية ده بقى اللي بعد العملية لكن اثناء العملية زي ما بنقول الفتحة دي لو اللي اجعلنا لها مفيش مشكلة خالص لو عملنا بتخدير موضعي في بعض الحالات اللي هي تكون عندها بس جس حاجات بسيطة الحاجات الاكتر اللي محتاجة تجميل كامل عادي جدا مناخد تخدير كلي وتخدير كلي ليه دايما فيه ناس بتطلع تخاف منه ما هو احنا وثقنا في الجراح يبقى لازم من ثقاتنا في هذا الجراح نبقى متأكدين ان هو هيختار مكان كويس هيستخدم حاجات معقمة وحاجات على اعلى مستوى والفريق بتاعه بما فيه دكتور التخدير هيبقى اعلى مستوى